أهلا بكم استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بطريارك الكنيسة السريانية الكاثوليكية أغناطوس يوسف الثالث يونان والنائب البطرياركي للسريان الكاثوليك في الأردن والأراضي المقدسة المطران يعقوب أفران سمعان ورحب عباس بالبطريارك يونان مؤكدا له أن فلسطين مهدى السيد المسيح وأرض السلام تشكل نموذجا مميزا للإخاء والتعايش السلمي وقال عباس نحن ندافع عن كنيسة القيامة كما ندافع عن المسجد الأقصى ونعتبر أنه من واجبنا تثبيت أهلنا من المسيحيين على أرضهم وذلك بدعم صمودهم فهم جزء أصيل من مكونات شعبنا بدوره قال بطريارك الكنيسة السريانية الكاثوليكية أن الرئيس عباس أكد خلال اللقاء حرصه الشديد على تلبية كافة احتياجات الكنائس الموجودة في الأراضي المقدسة مشددا على أن فلسطين لا تميز ولا تفرق بين عموم أبنائها المؤمنين من مختلف الأديان والطوائف